في السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من دوائر قيادية في الصف الأول لميليشيات الحوثي عن تغييرات على مستوى المكونات الأمنية والاستقباراتية والسلطات التنفيذية في صنعاء بمن فيهم الحراس إذ أن ارتباكا شديدا حدث وتزايدت حدة الاتهامات والشكوك باختراقات عميقة لحساب التحالف خصوصا بعد الوصول إلى غرف عمليات ومخابئ ومخازن واجتماعات ميليشيا الحوثي ونشر فيديوهات منها